أهلا وسهلا فيكم جميعا وحياكم الله من وين ما كنتوا عم بتتابعونا اليوم راح حضر معاكم فطيرة الراعي من أطيب الوصفات اللي ممكن تحضروها بالبطاطا المهروسة بالبداية بماء مغمور على نار قوية راح أنزل بمقدار أربع حبات من البطاطا أنا قشرتهم وقطعتهم بهالشكل مباشرة راح أنزل فيهم بالماء المغلي بهالشكل بالبداية راح أتركهم على نار قوية حتى تغلى معي حبات البطاطا مجرد ما غلية معي البطاطا على نار قوية هدت النار على أقل درجة حرارة وراح أغطيها وأتركها تستوي معي لمدة عشرين دقيقة خلينا نشوف استواء البطاطا مع بعضنا تست على قطعة بطاطا بطاطا استوت عندي تماما وهيك صارت مباشرة جاهزة لأني أهرسها بدي أرفعها على النار وأصفيها كثير منيح من المي مباشرة بعد ما صفيت البطاطا راح أنزل عليها بخمسين جرام من الزبدة اللينة البطاطا وهي سخنة راح أتبلها راح أضيف عليهم مقدار نصف كوب من الحليب السائل لو في عندكم كريمة استخدموا بها الوصفة جدا طيبة عليهم نصف ملعقة صغيرة من الملح نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض أو الفلفل الأسبب لو توفر عندكم بالإضافة لنصف ملعقة صغيرة من الأوريغانو راح أهرس البطاطا عندي الشكل هيك صارت معي جاهزة بدي أعطيها تقليبة سريعة مع بعضها البعض شوفوا معي قوام البطاطا كريمي وطري ما شاء الله ولا أروع من هيك لتحضير حشوة الفطيرة بمقلاء محمية مسبقا على نار قوية راح أنزل بثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون عليهم راح أضيف خمسمائة جرام من اللحم المفروم ناعم أعطيها تقليبة بهذا الشكل وبالبداية راح أتركها على نار قوية لمدة ثلاث دقائق حتى تتشوح معاي اللحم وهي تنشف من كامل كمية السوائل يلي بداخلها مجرد أن تبخرت معاي السوائل داخل اللحم راح أنزل بحبة بصل مفروم ناعم عليها تنين فسطوم مهروسين أعطيهم تقليبة سريعة لمدة دقيقة إضافية حتى يتشوح معاي البصل وسير معي شفاف مباشرة راح أضيف عليهم اثنين كوب جزر وبازيلا وأعطيهم تقليبة سريعة راح أتبلهم بمقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح بالإضافة لنصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود شو بتحبوا تضيفوا بهرات وتوابل ما في أي مشكلة ولكن أنا دائما بهيك وصفات بحب أكتفي بالملح والفلفل وأعتمد الاعتماد الأساسي والرئيسي على الخضار عليهم مباشرة راح أضيف مقدار واحد كوب من عصير البندور أعطيهم تقليبة سريعة بدي أتركهم على نار متوسطة لمدة خمس دقائق حتى يتسبكوا معي وتتماسك النكهات مع بعضها البعض مجرد ما تسبكت معاي الخضار بهالشكل راح أرفعها عن النار وصارت مباشرة معي جاهزة للاستخدام في طبق الفرن مباشرة راح أنزل بالطبقة الأولى الخضار بدي أفرد الخضار بالبداية طبقة أولى بهالشكل وأحاول أرسها مباشرة راح أضيف طبقة من البطاطا أنا للتشكيل والتسهيل فقط من شان أعطيها شكل فرغتها بكيس حلواني وقمع الكريمة المعتاد للتزيين بهالشكل راح أضيف البطاطا أنتم ممكن أضيفوها طبقة كالمعتاد تفردوها بواسطة ملعقة مطبخية ولكن بالقمع أنا راح أاخد فورما وشكل جدا لطيف وبهيك طبقي صار جاهز بعد ما رسيت طبقة البطاطا على طبقة الخضار وحبيت برضو أقدمهم وأشكلهم بهالشكل بشكل أطباق فردية شوفوا ما أجملهم وأروع الشكل ولا أحلى من هيك بأطباق فخارية لكم نحرية المطلقة بطريقة التشكيل والتقديم بهالوصفة وهيك طبقي صار جاهز معي ليدخل للفرن راح أدخلهم لفرن محمى مسبقا رف أوسط درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق وبعد هيك راح أمرهم من الأعلى لمدة 10 دقائق من الشواي فقط شوفوا معي ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن وتحمرت بإمكانكم تضيفوا جملة الموزرين اللي على الوجه وتحمروها لو بتحبوا ولكن أنا هيك بحب أكتثي بالوصفة خلينا نقطحها مع بعضنا حتى نقدمها خليتها تبرد معاي أنا بدرجة حرارة المطبخ خلينا نجرب طبقنا مع بعضنا نسمي بسم الله شوفوا معاي هالطبق ولا أطيب من هيك بتمنى أنه يعجبكم وبألف عافية